هو منه أنتم عبدة الشاب بالأمرد جاي تعلمونا إحنا التوحيد إحنا التوحيد تقرأ كتاب التوحيد للشيخ الصدوق اللي فيه روايات أئمة الهدى أئمة التوحيد عليهم السلام ساعة إذن تعرف أنك الآن عرفت الإسلام وعرفت التوحيد قبل هذا ما عرفت الإسلام والله ولا عرفت التوحيد إطلاقا أي توحيد أنت هذا القرآن تشركونه بالله هم عندهم القرآن كلام الله النفسي فيقولون هو مو مخلوق خلص هذا هم القرآن قديم كالله عز وجل فأشركوا مع الله كلامه اتخيل هؤلاء قوم ما يفهمون هؤلاء قوم بهائم ما يفهمون بس عقدة سبحان الله الوهابي معقد الوهابي كتلة من العقد إذا شاف لواحد قبل باب المسجد النبوي الشريف يروح يسوي له مشكلة أما يقبل الكرة القدم ما كو بيها مشكلة الآن بعد لا حق لكم أن تتكلموا أنا ما أدري أصلا ليش باقي هذه العصابة اللي يسمونها هيئة الأمر المعروف أنها يعني المنكر ليش باقين بعد مو بن سلمان قصص أجناحاتكم ودفن روسكم بالقاع وسوالكم أرض الحرمين الشريفين مراقص وملاهي ورقاصات ومغنيات وفسق وفجور وصياعة جاب لكم الصياعة في بلاد الحرمين أشو ولا واحد منكم يقوم يتكلم ويقول هذا منكر وحرام طبعا ما يتكلم يخافوا الدول القنصلية برا يساووا بي ايه يساووا ايه ايه هذا وبعدين واحد من أحفاد شيخ الوهابية ومؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب شنو اسمه هذا هيئة الترفيه شنو اسمه تركي آل الشيخ آل الشيخ يعني شنو تدرون يعني آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا من أحفاده يعني شوفي شلون هذا صار الآن مسؤول الصياعة والتصييع في ما يسمى العربية السعودية حفيد محمد بن عبد الوهاب هذا بالعافية بالعافية فبعد ليش تتكلموا انتم لماذا تؤذون حجاجة بيت الله الحرام اتركوا المسلمين على حالهم لماذا تؤذون زوار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تركوهم هذه سيرة المسلمين من قبل ما الله يخلق شيخكم المقبور هذا محمد بن عبد الوهاب سيرة المسلمين عبر العصور عبر القرون يروحون إلى قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يزورونه بأدب باحترام ويقبلون ضريحه ويقبلون الأركان أقبل شنو انت الشاعر تعا ساعدنا أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب ديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن ديارة هو إحنا نروح نقبل أركان المسجد النبوي الشريف ونقبل المنبر ونقبل الاستوانات ونقبل الضريح الشريف إكراما لرسول الله وتعبيرا عن حبنا له صلى الله عليه وآله أنا بنفسي دخلت المسجد النبوي الشريف في إحدى سفرات الحج وبمجرد اللاحة للضريح المقدس على الأرض يعني سجدت شكرا لله عز وجل وقبلت الأرض فاثنين من الجلاوزة هنا قال تعال 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 انزين قلت له خير إن شاء الله قال اش سويت قلت له قبلت الأرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ش عندك خير قال شيعي أنت قلت له ايه شيعي وردت شوي أتجاوز بس شفت مو ملائم أمام النبي صلى الله عليه وآله للمسجد النبوي الشريف ما يصير ردت أقول له أنه شيعي شيعي وتاج راسك يا وجه البومة بس ما قلتها بصراحة ما دري ليش يجد على بالي ذاك الوقت قلت له ايه نعم شيعي يعني بعد لا تعيدها تركت يعني عنده عقدة شنو المشكلة الآن واحد شكرا لله عز وجل سجد شكرا لله باتجاه القبلة وبعدين قبلت الأرض هو على هذه القبلة هم سوي لي مشكلة أنا أقبل الأرض شكرا أني وصلت إلى هذه البقعة الطاهرة إلى الروضة الشريفة إلى المسجد النبوي الشريف ولاح أمامي ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله نعمة عظيمة هذه نلتقي بحبيبنا بمحبوبنا صلى الله عليه وآله احنا ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله ليس ما بينكم وبينه أنت قوم أجلاف أنتم ما تستحون تعطون ظهركم للنبي صلى الله عليه وآله احنا عندنا اللي صلي وظهر للنبي صلاته باطلة احنا غير تعلمنا احنا تعلمنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالوا لنا إذا واحد يصلي صلي أمام الضريح مستدبرا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تقدم على رسول الله صلاته باطلة باطلة أنتم تعرفون هذه الآداب الشيع يزور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا يعطيه ظهره ويرجع القهقرة يرجع هكذا متأطيا رأسه يحترم هذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله أنتم ما عندكم هذا الاحترام ليش ما عندكم الاحترام لأنكم أبناء عمر عمر كان يحترم النبي صلى الله عليه وآله ما احترم شهادة النبي صلى الله عليه وآله على فراش الموت أهانه منتهى السفالة وقلة الأدب أنتم أبناء ذلك الرجل لذلك من الطبيعي أن تكونوا غير مؤدبين مع رسول الله صلى الله عليه وآله أبناء ذاك الإمع أي وليس الرجل أي مو رجل يعني نصف ولا حتى عشر معشار رجل هو عمر عنده رجوله أما نحن أبناء وعلي بن أبي طالب عليهم السلام الذي كان يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم محمد وعلي محمد وعجل فرجهم والعاد نعدهم